موسيقى 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 انا الشيط أحمد عندي 25 سنة من الولايات الأرواق انا جاءت هنا لدعيات الدكتور حموش بحن نوبيلي على العينية بحن نقلب بحن نكون إنسان واحد اخر بحن نتميز بحاجة واحد اخرى اللي كنت نعاني منها من قبل اللي هو هي الإعاقة البصرية وكين نذكر الإعاقة البصرية أي واحد سيعاني منها في الناحية ولا سيعاني من الاضطراب سوف يفهمني ورح يحكموا ذلك المساق سوف يقولون إن شاء الله إذا قدرنا عليها سوف تحرمك من أي حاجة سوف تحرمك من خدمة سوف تعلق الخدمة في الأسلك عشيش وطني الشعبي أو الدرك أو الشرطة أو الجماري سوف تحرمك من عدة انواع خدمة سوف تحرمك من أي حاجة وتربيلك عقدة نفسية وهي لا تستطيع تنغاجها في أي حاجة وتقول يو ديوال من نجم شروح من نجم شمدير أنا ميقبلونيش أنا ميقبلونيش وأنا في ذلك الإطار الحمد لله توجهت هنا لأيق الدكتور حموش هنا إن شاء الله نخضع العمليات الجراحية إن شاء الله من خلال العمليات الجراحية هذه نكون إنسان وعداخل إن شاء الله نغير أحياتي بها رب ربي إن شاء الله رحمة الرحيم نبدل أسلوب ما عيشتين نموط ليراني عايشتين نبدل كل شيء والحمد لله أنا كي جاءت هنا لأيق الدكتور حموش لأيق كل الترحاب سواء مفتاحك من الاستقبال ولا فوقه من الفينوديات أو من حافظة طبيب في حافظاته وقعت إنسان الله يبارك والحمد لله هنا أخضعت المرة الأولى المعاينة ومن بعد المعاينة أخضعت مجموعة من الراديوات أخضعت المشكل الموجودة هنا ومن بعد الراديوات تتكلمت في الأمور المادية ومشهدها والحمد لله معناها دلوني في بالهم وخمو عليا وقومون دولي حاجة من فرنسا وجاتني وهذه العملية التي نعطيكم عني هي زرع عدسة وليس عملية صعبة أو العملية التي تخلع أو العملية التي تخليموها ما يوحش أو يخاف عملية طي سمبل وعشر دقائق هذه قادرة تبدل حياتك تدخل إنسان ودخل إنسان واحد آخر لعمل ذلك عشر دقائق والحمد لله يا ربي راني هنا واني لدي كل الترح يا رب إنشاء الله في الملايات هو اللي يصحني بيه هو اللي أشعر بيه واذا كنت تخمم برع العملية؟ لا كنت أقول لك دكتور الله نورما 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 نورا سمحن وضع الداخل وضع الحدقة وضع الحدقة المترجم جيد جدا حدقاء درنا العدسة ورق حدقاء والحدقاء غلقناها سوف نقوم بريفيري يعني فتحها شبية في الحدقاء الصغيرة بش يعني نتفادة والضغط لا تحرك ومغلظة قليل لقد اضعوا عين ومثبت لأدوية لا ترى ماء لا ترى ماء ماء لا تحرك مصطفى لا تحرك لا يحرك كيف تحرك كيف تحرك عملية؟ سلطة هل تنتظر في عملية؟ ما تحرك؟ أسعب أو أسهل؟ الحمد لله، أسهل ماذا تحرك؟ لا تحسين بأي شيء؟ أهلا بحق الله الحمد للبقى شو شوية تحت كمهار؟ ها انظلها هذا المرقك عليك من هذا الفئة قاية نجد المثكرة عيني كمهار سكرة حدث حسنا صباح و الى الحمد السورة بسم الله الرحمن الرحيم رانينيوم هنا الحمد لله فتت الأنباء وكملتها براء الحمد لله أغداد النجاح وتوفقت فيها الحمد لله ذلك بفضل دكتور تعالى دكتور كامل حموش ربية حفظه ان شاء الله و جميعهم يعملون معه الحمد لله سيبري أنا مرلولا كنت نتخيل كيف رح نفوت على ذلك الأوبراشي وأسكو نغال ننجل نرقود فلال ما ننجم مش نرقود أسكو معنا هنبات دايخ هنبات عيان مننجم مش نتحرك والصح لله يقول الحمدلله بعد الأوبراشي نقات روح يبيان الحمدلله يا ربي بلاس مو معنا في عيني ناكل وش حبات ناكل باعفي بلاستي هنبط ندور عادي كل ما كان حتى عي بلاس مو معنا في عيني نتقلب ومصر علي حتاحي حمدلله يا ربي راسي يدير هاك يدير هاك الحمدلله نفت صباح مو بتبية وفطرت مليح ما حسيت بحتاحي ما حسيت بدوخة ما حسيت بحتاحي كلي مترجقة اوكي راسي وقع نفت صباح قلت وان كنت البرح وان كنت اليوم مش قولاني نحنب ولا حاجة تنمو خفيفة وتنمو الحمدلله ما فيها حتاحي جاءت صباح كيما هاكي ما قلت لكم وفطرت أخذت صوارحي جاءت هنا عدل العيادة الحمدلله استقبلوني وجاء الفرمي نقالي عيني بالباسمو وقالي لي هاليقوت هالله في يا ربي احفظه وبعش فوتني على الدكتور تاعنا وقالي ينفحص وشافني وقالي الحمدلله يا ربي ترارام يوبي راحت لك والحمدلله هذي كنت الحواس عليها من المصي اي واحد حاب ريونقاجي هذي حاجة ميسنى حتى هكذا كما ذكرت من قبل عملية سهلة 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 بلاك مستغرقتك ما ايش عارب بلاك عشر دقائق بلاك خمس دقائق عشر دقائق قربع ساعة عشرين دقيقة ما شي حاجة لقع تنوذ والعملية كما يكونوا فيها ما معنى انت تعدوخ ويسنوا في كورتة تنوذ ومنى دينها وانت فاطن عادي نورمال سامبل سهلة خفيفة الحمدلله تنوذ تفوت لقراسي تاعت تنوذ تحرك شويات تريع صح تروبوزي تستريد تنفس تتحرك وتبدأ تمشي عادي كما تبدأ تمشي عادي ترقد عادي تستحرك عادي تمشي الدور تحوس وعلى بلد انسان يقول يخمم ويهبط راس ويسترع ويطلع اي بوزيسيو فيها لا تخممس اي بوزيسيو عملياتنا لتصحيح الإبصار منذ عشرين عاماً وخلال هذه الفترة أسعدنا عشرات الآلاف من الأشخاص لتصحيح بصرهم وتخليصهم من النظارات الطبية عيونكم أماناً وبثقتكم تميزنا